اشتركوا في القناة نعمة البدعة وهل فيه مستمسك لمن يرى أن من البدع ما يمدح نعمة البدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن البدعة في كلام عمر لغوية وليس بشرعية وغيره يقول هي مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز وشيخ الإسلام كما هو معروف وجمع من أهل التحقيق ينفون المجاز لا في النصوص ولا في نغة العرب فهل التراويح بدعة لغوية بعد أن نتفق على أنها ليست ببدعة شرعية شيخ الإسلام يميل في اقتضاء الصراط المستقيم لأنها بدعة لغوية فإذا عرضنا هذا الفعل من عمر رضي الله تعالى عنه وجمع الناس على إمام واحد على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عرفنا أنه يمكن أن يقال لها بدعة لغوية أو بدعة اصطلاحية شرعية البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على مثال سابق ولا ابتدعها عمر من غير أن يسبق لها ذكر ولا وجود عملت على مثال سابق صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة جماعة وتركها لا عدولا عنها ولا نسخا لها وإنما تركها خشية أن تفرض شفقة ورحمة ورأفة بأمته عليه الصلاة والسلام فليست ببدعة لغوية لأن التعريف اللغوي لا ينطبق عليها وليست ببدعة شرعية لأنها سبق لها شرعية والبدعة في الشرع ما عمل أو ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة وهذا سبقت شرعيته من السنة ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية وليست بمجاز لأنه ليس في لغات العربي مجاز على القول المحرر المحقق عند أهل الداخل ومن يقول به شيخ الإسلام غيره وسماه ابن القيم طاغوت المجاز لأنه بواسطته توصل المبتدعة إلى إثبات ما أراده ونفي ما أرى ما لم يريده إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية ولا مجاز كيف نخرج كلام عمر الثابت في البخاري نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها يعني صلاة آخر الليل هنا في علم البديع ما يسمى بالمشاكلة والمجانسة في التعبير مشاكلة تجد اللفظ واحد والمعنى مختلف جاء ما يؤيده في كلام العرب قلت اطبخوا لي قالوا ايش قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا هذا مشاكلة مجانسة في التعبير وإلا فالقميص والجبة ما تطبخ في النصوص جاء قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها الجناية سيئة بلا شك لكن معاقبة الجاني سيئة ليست بسيئة نسوا الله فناسياه كل هذا من أسلوب المشاكلة والمجانسة في التعبير فهو ثابت في نصوص الكتاب والسنة طيب هل فيه أحد قال ابتدعت يا عمر ليقول نعمة البدع لشان نقوم مشاكلة أهل البلاغة في علم البديع يقولون المشاكلة اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى حقيقة كان أو تقديرا يعني كأن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يقال له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدع إن كانت هذه البدع فنعمة البدع وهذا تقدير وليس في هذا مستمسك لمن يقسم البدع إلى بدع مستحسنة وبدع مذمومة لأن النص الصحيح الصريح كل بدعة ضلالة وإن قال بعض أهل العلم به استنادا إلى هذا الخبر ومنهم من قسم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرم فجعلوا من البدع الواجبة الرد على المخالفين لكن هل الرد على المخالفين ابتداء في الدين القرآن مملوء بالرد على المخالفين فليس في بدعة جعلوا من البدعة المستحبة بناء الأربطة والمدارس وبدعة مستحبة لكن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب الله به فهو واجب ما لا يتم المستحب به فهو مستحب الوسائل لها أحكام الغايات هذه وسائل للتحصيل إذن حكمها حكم التحصيل فليست ببدع تشملها القواعد الشرعية البدع المباحة جعلوا منها التوسع في أنماع وألوان الطعام والشراب والمركوب والمسكون هذه ليست من أمور الدين ليشملها الابتداء والابتداء إنما يكون في الدين وأما البدع المكروهة والمحرمة فأمثلتها كثيرة فليس في البدع ما يمدح بل كل بدعة ضلالة والشاطب في الاعتصام رد هذا القول وقال إنه قول مخترع مبتدى قوض دعائمه بأقوى عبارة وأجهد سلوب رحمه الله وقال إنه قول مبتده بأقوى عبارة وأجهد سلوب